إذن شهدت مختلف الحدائق والمنتزهات العمومية وهذا أمس في ثاني أيام عيد الأطحى المبارك قبالا واسعا من قبل العائلات الجزائرية وأبنائهم أين استمع هؤلاء واستمتع بالألعاب التسلية وأيضا التقطوا صور السلفي لتبقى ذكرى راسخة في أدهانهم في هذا اليوم المميز المزيد مع يسمي ندهيمي وصفوان أحمد عيسي تشهد حدائق التسلية والترفيه إقبالا منقطع النظير من قبل العائلات الجزائرية في ثاني يوم عيد الأطحى حيث يرى بعض الأولياء مثل هذه الفضاءات الخضراء المكان الوحيد للترويح عن النفس رفقة أطفالهم خاصة في مثل هذه الأجواء الصيفية الحرة ساحة الكتاني بباب الواد وحديقة الحيوانات والتسلية ببنعكنون بالعاصمة تعد أكثر المواقع التي تستقطب عشرات العائلات في هذه المناسبة الدينية حيث يقضي هؤلاء الأطفال أجمل أوقاتهم بين الاستمتاع بألعاب التسلية والتقاط صور تذكارية رفقة أوليائهم جينا نزهيب على روحتين البارح العيد زينا دبحنا كباش اليوم دوزيامجور طمينا دراهم جينا عطاونا دراهم جينا نلعبوا في البرك تابنعكنون جينا نلبو فاني ايضا هنا مع أصحابي جينا المانج نلبو نمرحو هذه يا أخوتي هي منشكو قاناس البليد في رناف المانج البرح مع الدبيحة واليوم ما سيلا دوزيامجور تاع جسوة ذيك ما في تبقى الحدائق العمومية إحدى الفضاءات الخضراء التي تستقبل مئات العائلات خلال المناسبات الدينية والعطل الرسمية حيث يعتبرها المواطن المتنفس الوحيد لقضاء أوقات هادئة تجمع أفراد الأسرة خاصة الأطفال بعيدا عن صخاب الحياة